حركة النهضة تختار عبد العالي حساني للرئاسيات بشعار فرصة أيضا برنامج المترشح عبد العالي حساني يشكل 62 تعهدا تطقي كل المجالات ونقاط أخرى ونقشها مع ضيفي هنا في الستوديو سيد محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة أهلا بك سيدي أهلا وسهلا شكرا جزيلا مرحبا بك إذن حركة النهضة اختارت المترشح عبد العالي حساني لدعمه في هذه الانتخابات الرئاسية للسابع من سبتمبر ما هي دوافعكم وتبريراتكم لهذا الاختيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وله تحية طيبة لك ولكل المشاهدين وتحية طيبة لكل الجزائرين داخل الوطن وخارج الوطن نحن اليوم نعيش عشرين أوت نعم ولذلك هذه مناسبة وطنية هامة نترحم فيها على أرواح الشهداء ونجدد العهد مع رسالة نوفمبر ونقول بأن ما نعيشه اليوم ربما كان حلما في وقت سابق وربما في الناس بالمنظار الحالي الناس كانوا بوسطة ولكن عظاما زيغود يوسف الذي نظم هجمات شمال القسنطيني وفق الحصار على ثورة تحية المباركة هذا كان يعمل حداد في السمندو اللي هي اليوم زيغود يوسف نعم ولكنه بهذه العبقرية وبالمنطلقات الوطنية التي كان يمتلكها يعني خل فرنسا تراعي وتراجع كثير من حسابتها والحمد لله رب العالمين ولذلك دائما الجزائر فيها أمثال هؤلاء الرجال ونحن اليوم نتطلع كما عشنا نتمنى تكلموا اليوم على فخر هؤلاء الرجال حابين الأجيال القادمة إن شاء الله تفتخر بإنجازات الحاضر اليوم ونتطلع إلى المستقبل الأفضل ما تفضلت به هو موضوع الساعة على كل حال انتخابات رئاسية 7 سيبطنبر 2024 تأتي هذه الانتخابات بعد حراك أو الانتخابات بعد الحراك شعبي المبارك والأصيل والمتطلع إلى الحياة الكريمة أفضل تأتي كذلك هذه الانتخابات ونحن نعيش كما هو معلوم أوضاع داخلية لا يمكن أن ننكرها وتحديات اقتصادية واجتماعية يعاني منها المواطن كذلك نعيش ونحن في جو خلينا نقول هذا النظام العالمي يريد أن يهيم الأكثر ويريد أن يمحي الاعتبارات الوطنية للدول ويستبيح خيارات الشعوب وما يحدث في فلسطين يعني اليوم نحن نقريب أكثر من عشر شهور والدم يسيل دم هؤلاء الأبرياء وهذه الإبادة والعالم يتفرج ولذلك كل هذه الاعتبارات نحن في حركة النهضة خللاتنا نعطي أولوية ونعطي اهتمام الانتخابات الرئاسية ونتطلع أن تكون كما قلنا في برنامج الأستاذ حسيني شيف عبد العالي فرصة أن تكون هذه الانتخابات انتخابات بإرادة شعبية قوية وأن يساهم فيها المواطن بإرادته وبقناعته وأن ننتخب رئيسا يكون له القوة وتكون له الشرعية لإدارة شعب بلاد ولتحصين الجزائر ولتحسين أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية ولذلك نحن في حركة النهضة اخترنا الاعتبارات كثيرة منها اعتبارات فكرية وسياسية من اعتبارات متعلقة بالمترشح في حد ذاته أما الاعتبارات السياسية معروفة على كل حال ما نحن ننتمي إلى مدرسة واحدة ونفس المنطلقات وسطية والاعتدال نعم مدرسة الوسطية والاعتدال اللي هي خلينا نقول ربما المدرسة التي تساهم أو الإسمنت الذي يساهم في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي وكذلك في العالم اليوم في العالم فيه اليوم كثير من المدارس سواء ما تعلق بالهوية نطعنا أو ما تعلق بأفكار أخرى فنعتقد أن مدرسة الوسطية والاعتدال في العالم هي المدرسة الكبيرة والواسعة والمستقطبة والمستوعبة لكثير من شرائح المجتمع بالإضافة إلى أننا نشترك إلى الحد بايد في تشخيص الوضع الحالي على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك نتطلع أن تكون الجزائر في وضعية سياسية أفضل في وضعية اقتصادية صاعدة وفي وضعية اجتماعية تحقق كرامة المواطنة نعم طيب سيد دويبي أنت قلت أن لديكم رؤية موحدة حركة النهضة وحركة مجتمع السلم تتقاسم الرؤى تتقاسم ربما التوجهات بالنسبة للبرنامج الانتخابي لتقدم به المترشع بالعلي حساني هل تم سياغة هذا البرنامج بالشاركة مع حركة النهضة أم أنه حركة مجتمع السلم وضعت برنامجها الانتخابي وتعهدات نينوستين لتقدم به المترشع بالعلي حساني أنتما باركتوها شكرا جزيلا بارك الله وفيك سؤال مهم جدا أولا لما نتكلم عن البرنامج نتكلم عن المواقع موقع حركة النهضة موقع حركة مجتمع السلم في الخارطة السياسية موقع واحد ما نشف الحكومة الآن لإعتبارات على كل حال كثيرة ولكن نحن في نفس الموقع السياسي لما نكون في نفس الموقع السياسي نتفق إلى حد بعيد أو نتقاسم إلى حد بعيد تشخيصنا للواقع السياسي نحن نرى بأن الواقع السياسي قبل الحراك وبعد الحراك قبل الحراك إذا كان تتذكروا يعني خاصة قبل العهدى الرابعة قبل العهدى الرابعة أمريها نتذكر هذا المشهد أننا كنا ضد العهدى الرابعة لأنه يعني رئيس الجمهورية يومها لظروف على كل حلوة سألتمل أنتم إلى دار الحق ترحموا على جميع الموتى المسلمين ولكن يومها كان عندنا موقف وأننا عرضنا للعهدى الرابعة لإعتبارات كما قلت سياسية وإعتبارها متعلقة بشخص بيومها ثم بعد ذلك بعد الحراك نفس الشيء كان موضوع المال العام إذا كانت تذكره في هذا المرحل كان ينهب على مرأة ومسمع من الكثير وكنا يومها نقول بأن المال العام يجب أن نحافظ عليه يرفض ويسترجع قبل ما يسترجع نحن لما نتكلم الآن مع الفساد مليح نديره الوقاية من الفساد قبل ما محاربة الفساد الوقاية من الفساد تكون باش تكون تقوية مؤسسة دولة تكون بتقوية المؤسسة مؤسسة لقابية أيضا مؤسسة برنامان نعم الإعلام المسؤول والقضاء كذلك اللي هو من واجه محرك الدعوة الدعوة العمومية في حال وجود ما هذا الخروقات وهذه التجاوزات في حق المال العام والمتلكات العامة إذن تشخيصنا للواقع قبل الحراك وبعد الحراك يعني راحنا متافقين عليه في الجانب السياسي في الجانب الاقتصادي في الجانب الاجتماعي وبالتالي البرنامج ينطلق من تشخيص الوضع الذي نعيشه كل حزب عنده تاركمات نعم نحن لم ننطلق من هذه الانتخابات لانا تاركمات لانا برامج لانا تجارب صب نهت ما هذا التجارب هذا كله في هذا البرنامج فلما نشوف المحاور اللي في البرنامج نجدها يعني نتقاسمها بشكل يعني كبير جدا وبالتالي موضوع البرنامج ليس فيه مشكلة إذن من حيث المنطلقات الفكرية كما قلنا مشتركة مشتركة إذن من حيث تشخيص الواقع كذلك راحنا متافقين إذن من حيث تطلعات نريد أن نتطلع إلى ماذا إلى بيئة سياسية جاذبة نعم بيئة سياسية كنقولوا بيئة سياسية يعني تكون عندنا عناصر الدولة موجودة في الدستور مرتقازات الدولة موجودة في الدستور نعم سلطات المتعددة المتوازنة هذا المبدأ هذا اللي الآن في الدولة الحادثة لا يمكن أن نسير دولة بحجم الجزائر ولا حتى بيتدورت ما أخرى نعم بسلطة واحدة ربما فيه ظروف ربما فيه تقييم بعد الحراك لصياغ الدستور تـ 2021 ونحن ما كنا يعني كنا متحفظين على هذه الصياغة وأنها لا تلبي تطلعات الطابقة السياسية ولا حتى تطلعات المواطن بعد الحراكة الآن الدستور ما موجود الذي نتطلع إليه في البرنامج هو أن تكون بيئة سياسية جاذبة تتوفر فيها أركان الدولة وتكون فيها الفصل بين سلطات تكون فيه سلطة تنفيذية تتحمل المسؤولية انطلاقا من الانتخابات وتكون فيه سلطة برلمانية كذلك سلطة تشريعية عندها دور الرقابة عندها دور الرقابة دور التشريع ودور الرقابة وسلطة قضائية كما هو معلوم هي التي يحتكم إليها المواطن سواء المواطن مع المواطن أو حتى المواطن معها مع الدولة فاستقلالية القضاء والسلطة تشريعية الرقابية وسلطة تنفيذية هذه السلطات الأساسية نحن نرى اليوم بتشخيصنا الواقع بأن هناك منسوب كبير للسلطة التنفيذية على حساب باقي السلطات الأخرى وهذا يخلي التوازن غير موجود وبالتالي بيئة سياسية لما نقول بيئة سياسية برعات هذه القضايا حتى نحقق الفصل بين السلطات والتوازن بين هذه السلطات والتكامل فيما بينها طيب يعني برنامج المترشح عبد العالي حساني فرصة يرتكز على ربما خمسة أولويات وخمسة محاول منها إصلاحات سياسية وتعزيز سيادة القانون يعني نفهم من كلامك أنه في حالة أنه انتخب الشعب سيد عبد العالي حساني سوف يتم تعديل الدستور بطبيعة الحالة لأنه الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تحكم تسيير شؤون البلاد وإذا رأينا إذا تقيمنا وقلنا بأن الآن ما فيهش توازن في صلاحيات ما فيهش فصل يعني يجب للتعديل لابد من تحسين هذا الوضع هذا أو تعديل هذه الوثيقة الأساسية حتى نوفر بيئة سياسية اللي يكون فيها تؤدي الاستقرار نعم إحنا يعني كنا نقيموا ما قبل 2019 ما هي الأسباب اللي خلت الوضع يضاور خلت المال العام ينهب وخلت الشعب الجزائري ينتفض ما هي ضعف الرقابة ضعف الرقابة على المال العام ربما القضاء كان مغيب ولذلك وقع هذا الاختلال وقع هذا الفساد والآن بدل ما نمشيه ونستعملوا المال العامل منه في التنمية الاقتصادية وفي تحسين أوضاع الناس في المعيشة وفي الخدمات الصحية وفي النقل وفي الطربية الآن رحنا نديره في جهد كبير باش نسترجعوا المال العام يا سيدي من الآن فصاعدا يجب الوقاية من الفساد والوقاية من الفساد فيه جانب معنوي اخلاقي وهذا لازم أن أكدوا عليه لأن المناصب هذه الحساسة في الدولة ما هوش أي واحد يكون فيها على الأقل اللي عنده قيم اللي عنده اخلاق اللي عنده ولاء للجزائر هو اللي ما يكون فيها وكذلك فيه جوانب قانونية ردعية للمحافظة عن المال العام حتى لا تتكرر هذه المأساة برة أخرى وننتقل بدل من قوت من دوروا في هذا الحلقة المفرعة نمشيه إلى رأس الموضوع إلى أصل المشكلة كيف نبني الجزائر جزائر الغد وبرنامج فرصة فيه هذا الأهداف والشعب الجزائري الشعب الجزائري الآن عنده تجربة قبل 2019 تجربة بعد 2019 والآن نتطلع من 24 وما بعد 24 إن شاء الله يكون هذه الانتخابات تؤدي إلى استقرار تؤدي إلى قوة من المؤسسات تؤدي إلى تحصيل الجزائر كما قلت من هذه التدخلات ونحن نتابع قبل شهور يدخل وزير وزير الخارجي الأمريكي ويضع الجزائر على قائمة بقرار ليس ليس تصريح قرار قال الجزائر وضعت الجزائر على لائحة الدول التي لا تحترم ممرس شعائر الدينية الله هذا كله محاولة ابتزاز على كل حال واضحة تلفيق وتهم جزائر سيد ويبي هناك نقطة مهمة في ربما أهم المحاور التي حددتها في برنامجكم الانتخابي مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي وتنويع السياق السكني مرجع الدعم الاجتماعي هو معروف أنه ملف ملغم بالنسبة لأي مترشح بالنسبة لأي رئيس يحكم الجزائر لأنه يرتبط بطبقة يعني طبقة المجتمعية إن صح القول من محدودية الدخل ومن متوسطية الدخل ومن منعدمية الدخل إن صح القول نعم ما هي رؤيتكم لهذا الجانب والله موضوع حام جدا نعم موضوع كما قلت مفخخ وموضوع جدير بالاهتمام جدير بالدراسة جدير بالتعميق فيه هو هذا الموضوع عن التحويلات الاجتماعية مرهون بالجانب السياسي مرهون بالوضع السياسي ولذلك نحن في البرنامج برنامج رؤية متكلمين على الشراكة السياسية الشراكة السياسية بين مكونات الساحة السياسية الجزائرية أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يخضع في إطار مبدأ الشراكة السياسية إلى حوار عميق حوار عميق جداً مع كل شركة مع كل شركة مع كل فاعلين نعم لأنه نقوله صحيح مراجعة الدعم الدعم الاجتماعي ولكن هذه مسألة ليس سهلة مسألة تعلق بحياة المواطن تعلق بكرامة المواطن وبمقدرات الدولة يعني أيضاً حتى المال الذي يتم تحويله لدعم الاجتماعي مرتبط بالخزينة بالخزينة العمومية مرتبط صحيح هو المواطن من حقه أن يكون لهذا الحق ولكن كيفية هذا الحق ولمن يذهب هذا الحق هذا الذي يجب أن يكون فيه حوار عميق ونفرز هذه الطبقات عندكم رؤية يعني بالنسبة المرجعة سياسة الدعم لأنه نأخذ المثال المصري مثلا نعم مصر تقوم بدعم المواطنين ولكن عن طريق كمبيالات يعني عن طريق منح شهرية تمنح لمن يحتاج هذه لأعانات في الجزائر سياسة الدعم تعم الجميع يعني حتى الغني الفقير المنتج المستوري والله والجزائر تختلف عن مصر نعم تختلف عن مصر تماماً لاعتبارات كثيرة لكن الواقع الجزائري فيه مكتسبات نعم هو فيه مكتسبات هذا ما يسمى باجتماعية الدولة واللي هي موجودة في بيان أول نظامبر هذه ستستمر مكرسة في الدستور هذه مكرسة في الدستور وستستمر نعم الآن الكيفية الكيفية والآليات متعلقة كما قلت بواقع سياسي ومتعلقة كذلك بمخرجات حوار وطني مع كل الفاعلين في إطار مبدأ هذه الشاركة السياسية لأنه لازم يخضع يعني مخرجات هذا الحوار لازم يكون لديه شبه إجمع حتى لن 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 نفكك هذا الموضوع هذا ولا ننلغمه مرة واحدة أخرى نعم نريد أن ننتقل إلى مبدأ تبقى هذه التحويلات الاجتماعية والدعم الاجتماعي لكن يعني بطريقة عادلة خلينا نقول بطريقة عادلة وبالتالي هذا الموضوع من أولوياتنا يعني من قبل واليوم وسيبقى يعني خاضع وإذا كان تم انتخاب السيد عبدالله حسين الشريف بإرادة شعبية يوم 7 سبتمبر يكون هذا من أولويات ولكن في إطار حوار وطني وفي إطار مبدأ الشاركة السياسية حتى نصل نكرسه ونثبته هذا المبدأ هذا اجتماعي للدولة ونحقق المسألة الثانية العدالة في تحويلات الاجتماعية طيب هناك أيضا من بين أهم النقاط التي ركزت عليها في هذا المحور هي مراجعة الحد الأدنى للأجور مراجعة معاشاة التقاعد تفعيل حوار الاجتماعي التضخم ومختلف الأمور اللي عندها علاقة بالاقتصاد والاقتصادين عاكس على الجانب ما هي أعيدكم بصفة عامر أنا دائما نقول فيه ثلث مرتكزات تقوم عليها الدولة المرتكز الأول هو المؤسسات المؤسسات السياسية السيادية نعم ونحن رايحين إلى انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية له محورية كبيرة جدا في تسيير الشأن العام في سيئة شؤون الدولة فهو المسؤول مع الجهاز التنفيذي وهو القائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وهو ليتكفل بالله السياسة الخارجية كثير من الصلاحية متعلقة بمنصب رئيس الجمهورية نعم إذن هذه المسألة هذه مسألة أساسية الجانب يعني الجانب السياسي المؤسسات السياسية إذا 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 انتقلنا وإذا ارتقينا بهذا الفعل الانتخابي وعطيناه المكان اللازم هذا الموضوع يقول لي من من المكتسبات ويصبح من النقاط من نقاط الارتكاز الكبيرة جدا نعم ثم بعد ذلك المرتكز الثاني هو التنمية اقتصادية قوية ونتكلمه على اقتصاد خارج الريع البيترول نعم نتكلمه على تنويع الاقتصاد الوطن وهذا فيه كلام جدا فيه كلام كبير جدا هذا ملف كبير وفيه ملفات جزئية فيه لما نتكلمه مثلا نحن طارحين فكرة 49 و 51 نعم 49 و 51 نقوله يبقى هذا الموضوع في القطاعات استراتيجية لكن قانون شاركة قانون شاركة قانون شاركة يعني شركة سواء كان قطاع الأجنبي يعني الشركة الأجنبي خاصة نجال بالأجنبي نعم خاصة نطرف الأجنبي لما نتكلمه على هذه القاعدة هذه كيفش نحددها القطاعات استراتيجية من يحددها مليح هذا الموضوع هذا يخضع كذلك أيضا نقاش كبير نعم مجتمعي ثم بعد ذلك يروح للبرلمان ربما يكون بقانون عضوي نعم بقانون عضوي قال هذا هذا الميادين وهذه القطاعات استراتيجية تلقى من اختصاص الدولة نعم باقيها يكون من المستثمرين سواء شراكة الجزائرية الخارجية أو الاستثمار الوطني نعم مستثمرين الجزائريين الجانب لما قلنا تم فيه برطة غزة ثلاثة لما لما نرتب الجانب السياسي الجانب الاقتصادي نزيل العوائق أمام الاقتصاد الوطني أمام تنمية الاقتصادية حتى عندنا عام كنا نسمعه قبل عام كنا نسمعه حتى السيد الرئيس الجمهورية يقول فيه عوائق بيروقراطية أمام انطلاق الاقتصادية حقيقية يومها اقترحنا في حركة انهذا اقترحنا على الحكومة أن نظم لدوة وطنية يحضر على كل الفاعلين جامعة نعم جامعة نناقش فيها ما هي هذه العلاقين نعم وكيف نزيل هذه العلاقين اذن موضوع الجانب الاقتصادي مهم جدا ولا يمكن أن يكون استقرار اجتماعي من غير تنمية اقتصادية قوية حقيقية لما نتكلمت مع المؤشرات اللي موجودة تم في البرنامج اتكلمت على رفع الدخل الفردي إلى 9000 دولار يعني رفع المورتبات يعني هو رفع الاجور مهم جدا نعم او رفع الدخل للمواطن وقبل ما نتكلم على دخل المواطن نتكلم على دخل الدولة نعم احنا تكلمنا على ناتج داخلي خام 450 مليار دولار نعم هذا يطلب ثورة صناعية وثورة فلاحية ويتطلب حركية اقتصادية كبيرة جدا نعم لما تتحرك هذه الحركية الاقتصادية على ماذا تؤثر تؤثر مع المشكلة البطالة ما راح نمشكلة البطالة ينخفض وتؤثر كذلك على الدخل تعلق الفرد نعم اليوم الشاب الجزائري لما ينهي دراسته ويخرج من المجتمع اول حاجة يفكر فيها هو منصب تعامل نعم اذا كان وفرنا للشاب هذا منصب عمل يصبح بعد ذلك افاق الحياة مفتوحة امامه نعم يفكر باش يدير اسرة يفكر باش يدير بيت يفكر باش يدير سيارة طيب في الدويب في هذا الجانب نعم كل جزائري كل شاب جزائري عامل او يبحث عن وظيفة الاكيد انه حتى من يحصل على وظيفة يعلم جيدا ان الوظيفة في الجزائر لا تلبي التطلعات يعني مرتب الوظيفة في الجزائر ما يبنيش مستقبل نعم كيف يمكن رفع مرتبات الجزائريين باش تتوافق مع القدرة الشرائية وتخليهم حتى ربما من تحصيل مستقبلها هذا يا أخي الكريم بارك الله وفيك هذا من الاشكالات اللي انا عايشينها الآن نعم انه الدخل الفردي لا يلبي حاجيات المواطن نعم يعني لما يكون الشاب هذا اللي يخرج من خرج الحياة جديد يا سيدي كان له الحظ ووجد منصب عمل نعم منصب عمل مش حراهي 30 ألف دينار 40 ألف دينار أول شيء يواجه هو السكر يروح يكري ما ش عليك 20 ألف 20 ألف ما عليك نور نعم بقي له ماش بقي له بقي له يعني إذا كان في أحسن حاج يبقالوا 50% من وينش 50% هذي وين يحطها يحطها في الكهرباء في الكهرباء يعني في الأعباء هذي دائمة يحطها في الغذاء يحطها في الدواء وبالتالي هناك خلل في القدر الشرائي خلل حقيقي هذا الموضوع يعالج في إطار يعني مشروع كلي مشروع كبير جدا علىها تكلمنا تكلمنا على رفع الدخل تاعد الدولة ورفع دخل المواطن دخل المواطن ودخل الدولة هذا متعلق ببيئة سياسية نعم تساهم في إحداث بيئة اقتصادية قوية جدا هذا هو اللي غيرت الوضع الاجتماعي لأنه إذا كان نبقينا عايشين بالتحويلات الاجتماعية فقط هو صحيح نظم الحد الأدنى للحياة ولكن يبقى الإنسان يعاني نريد أن ننتقل من هذا الوضع هذا توفير الحد الأدنى إلى توفير إلى توفير حد كرامة المواطن يعني لازم سياسة الموضوع تعالجور هذا اللي يتناسب مع متطلبات الحياة ولذلك اقترحنا دخل دخل الدولة ودخل ناتج الداخلي الخام 450 دولار نعم وتكلمنا على الدخل الدخل الفرد هو 9000 دولار في العام هذا يدير توازن في حياة المواطن النوع المو ولكن هذا مرتبط ببيئة سياسية وببيئة اقتصادية تنمية اقتصادية كبيرة ونمو اقتصادي حطي نهتم المؤسسة 27% طيب سيد دويبي هناك نقطة اخرى مراجعة الية تقدير قيمة صرف الدينار بمقاربات متكاملة هي نقطة تهم كل الجزائرين سواء اللي عايشين في الجزائر ام اللي عايشين خارج الجزائر ما هي توقعاتكم مؤشراتكم في الجانب حتى هذا الموضوع مرتبط ببيقوة الاقتصاد لما يكون اقتصاد قاوي يولي استقرار العملة كين لما يكون الاقتصاد مضطرب وضعيف يولي انهيار العملة دائما مستمر وبالتالي انقيسوه ما انقيسوه يعني ما نتكلموش على الجانب الرسمي ذو كانوا تكلموا على قيمة الدينار في السوق الموازية سوق الموازية قالوا دينار مقابل العملة الأخرى هذا اللي يبينينا نحن نرى ولكن لما نتابع قيمة الدينار مقابل العملة الأجنبية نجد دائما ما في طرج وبالتالي قوة الاقتصاد هي التي تعمل على استقرار قيمة العملة الوطنية طيب نقطة اخرى ربما روح الجانب الديبلوماسي تعزيز محورية الجزائر دوليا وتطوير قدولات الدفاع يعني الجزائر معروفة مبادئها توجهاتها الدولية هي نصرة القضايا العادلة عدم تدخل في شأن داخلي للدول وغيره هل لديكم اضافات فهد الجانب في سياسة دولية والله الحمد لله يعني الآن الطبقة السياسية والجانب الرسمي تقريب هذا الموضوع هذا الموضوع فيه توفق كبير جدا لا يمكن لأي مواطن بسيط بغض النظر في حزب سياسي ولا في جمعية لا يمكن لأي مواطن أن يتخلى على دعم الشعوب في تقرير المصير سواء الشعب الفلسطيني أو الشعب الصحرابي هذه المسألة أساسية ولكن هذا عنده مقابل هذا المبدأ وهذا الموقف وهذا السياسة عندها ضريبة عندها ضريبة وهو تكالب هذا المحاور محاور الشر هذه عن الجزائر وشفنا يعني في آخر يعني يوم أن أقرت السلطة الوطنية الميلة الفاتنة المطارش حين الثلاثة سمعنا بقرار الحكومة الفرنسية أنها تؤيد تؤيد سياسة المغارسة أو الصحراب الغربية خضية مضتبطة بعضها وبعضها وكأنها رقة تعبتزاز نفس الشيء بالنسبة للقضية الفلسطينية اليوم للأسف شديد يعني بهذه المناسبات وأنا أشكرك على ذكر هذا الموضوع يعني عشر شهر الدم يسيل والإبادة مستمرة ومش عشر شهر خمسة وسبعين عام هذا هو واقع الشعب الفلسطين النزوح الإبادة يعني ظلم ما بعده ظلم والعالم يتفرج لماذا؟ لأن الهيمنة الأمريكية الصهيونية هي اللي رأي فارضة من المنطقة وكما قلت سيادة الدول ما عندهش هذا النسب ما عندهمش حاجة يسميها سيادة الدول هذا عندهم حاجة أنهم الهيمنة عن الكل ويريدون من الدول أن تكون وظيفية دول وظيفية لخدمة هذا المشروع الصهيوني الأمريكي هل السؤال اللي انطرحوه هل الجزائر تقبل أن تكون دولة وظيفية ولا شعبين يقبل بهذا المهمة هذه الدولة الجزائرية الجزائر دولة ذات سيادة كما أقرها بين نوفمبر وستبقى دولة ذات سيادة ولذلك السياسة الخارجية لازم تحفظ بصالح البلاد وتحفظ أمل الجزائر وتحافظ على مبادئها لكن هذا يتطلب قوة داخلية كبيرة وأعتقد أن انتخابة الرئاسية هذه من أهدافها هو تقوية المؤسسات المؤسسة الرئاسة وتقوية الصف الداخلي لمواجهة هذه المخاطر الآن تم الجهة الغربية معروفة وموضوع الساحل معروف والجهة الشرقية كما تبعتم هذه الأيام الماضية في تحركات كذلك كم شبوها والمحاور التي تخدم ضد الجزائر هي معروفة منذ زمان وكانت تخدم ربما في الخفاء لأن الآن خرجت للعالم خرجت للعالم طيب تطوير قدولات الدفاع ماذا يقصد به تطوير قدولات الدفاع لازم يكون عندنا جيش قوي يا حبيبي هذه المرتكز الثالث كي أنتم الجانب السياسي فيها المؤسسات السياسية القوية وكي الاقتصاد القوي وكي القوة من القوة الجيش الوطني الشعبي نعم هذه المرتكز الثالثة هي التي تثبت الدولة الجزائرية لما تكلمت مع هذا الموضوع أولا العقيدة عقيدة الجيش الوطني الشعبي يجب أن تستمر كما جاءت من جيش التحرير إلى يومنا هذا وثانيا امتلاك أدوات الدفاع الآن الضعيف لا يسهم له واللي ما عندهش قوة الكل يطبعه فيه نعم طيب نقطة تم توضيحها هناك نقطة أخيرة سيد ويبي ترقي تنفسية الجامعات وإعادة باث الدور الإصلاحي للمسجد المسجد اليوم يسمى مؤسسة مسجدية يعني عندها دور يتم تأطيرها من طرف وزارة شؤون الدينية والأوقاف عندها خط وسط يعني المرجعية الدينية لربما الجزائر معروفة به يعني في إفريقيا أو في دول الجوالي ما هي رأيتكم في هذا الجامع نحن قبل سنة كلنا تكلمنا قلنا لازم تكون عندنا دبلوماسية اقتصادية وديبلوماسية دينية دينية نعم لماذا؟ لأننا في محيط يستعمل كل أدوات والجزائر بإمكانها أن تستعمل دبلوماسية دينية لأنها عندها علاقة في عمقها الإفريقي الحمد لله وعندها كذلك هياكل عندها هياكل الآن الزوايا والمعاهد الزوايا والمعاهد ولمن تكلموا الآن تم الحمد لله صرحة متى جامع الجزائر هذا صرح يمكن أن يقوم بهذه الرسالة الآن أنا تكلمت وقلت كنا نحذر من الغزو الغربي نعم الآن نحذر من الغزو الشرقي باسم الدين فيه أفكار غريبة جدا ما نسمعه هذه الأيام لا يموت بأي صينة بديننا الحنيف ولا بمدرسة الوسطية والاعتدال ولذلك هذا الموضوع تعالى المسجد هذا متعلق برسالة المسجد ومتعلق بالتأطير الموضوع تعالى إما هذا يجب أن يأخذ بأن الاعتبار في التكوين وفي الجانب الاجتماعي حتى يكون المسجد فعلا ما نرى لتثبيت القيم الوطنية والدينية وللمحافظة على هذا النهج تعالى الوسطية والاعتدال لأننا اليوم نعيش في عالم يعج بالأفكار وإذا لم نحصن المجتمع الجزائري من خلال المساجد فكيف نحصنه الموضوع تعالى الجامعات البحث العلمي يجب أن يدخل بقوة في الترمية الاقتصادية إذا كانت أعملنا هذا المنظومة هذه الاقتصاد بدون علم لا يمكن أن يتطور سيد دويبي الأمير العملي حركة نادا شكرا جزيلا شكرا على كل هذه التوضيحات نرجو أن تكون لنا فرصة أخرى معك إن شاء الله مشاهدينا إلى تجمع الشعبي شكرا لك إلى التجمع الشعبي الذي يعقيده رئيس حركة البناء الوطني سيد عبدالقادر بن جرينا بالجزائري العاصمة موسيقى موسيقى